موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديجو صمدي اليوم ان شاء الله نقدم واحد من حلقة المهمة و مهمة بزاف وهي العلافة ديال الصغار الكثير ديال المربون إما محترفين إما ممتدئين يعانيهم من هذه المشكلة أنه بحالة النسوات هكا منين كنحطوا معهم الصغار ديالهم كيمشوا العلافات ديالهم و كيبقوا يكلوا من العلافات اسمو كيطرة أن هاد الأمهات كيتضايقوا و كيبقوا يضربوا الصغار ديالهم أنا يا هدنهار ان شاء الله نطرح عليكم واحد فكرة بسيطة اللي تقدروا تختموها بوحدكم أنتما شوفوا هاد الشكل ديال هاد العلافة شحال مزيان انتما ما فيش بزاف ديال الابسور هنا يا غي واحد تقريبا نقول واحد خمسة سنتيمتر يعني أنه أنا غنوريكم هاده هو كي يكل منها كمرا لنفتح عليه لاحظوا أنه كي يكل بوحد طريقة شحال مواحد كيدير طاساس يعني كيدير شي طاسا كبيرة كي لاحظوا أنهم كي يبقوا يوسخوا فوق من الطاصة و الأكل ديالهم إذا كان مصخ بحالة بحناية في هاد الجهانة كي نوح العلافة أي ضور الجين و مع ذلك أنهم كي يوسخوا فيها و ما كيبقوا ش الماكل ديالهم كي تقشع جون في حين أن هاد العلافة هانتما هاد سيطة وساهلة هانتما و ما راني مفكسيها في هاد الجهانة غني نوريكم طريقة كيفاش يخدموا مثل هاد العلافة بأشياء بسيطة اللي عندكم في الدار ديالكم هي إما طويلة بهذا الشكل انتما هاده راه طويلة بزاف على حساب هادو كينين العدد أكثر انتما لاحظوا أنه كي يكل منها بوحد طريقة مزيانة انتما ما كي طيحت حاجة و في نفس الوقت قدرت هاد العلافات تعليوها بالدرجة اللي يبغيسوا يعني في هاد الكروشيات هادو لاني مخليهم دا بنوريكم الطريقة كيفاش اتعلوها بالدرجة اللي يبغيتوا إليكم الطريقة ان شاء الله إذا كما كتشوفوا معايا هاد العلافة هي عبارة عن زنكة عادية غي السر ديالها هو الطي يعني هاد الزنكة ماشي ملابد انكم غديتشريوها أو غديت يعني او احد الصعوبات في الطي ديالها هادي غني نوريكم الطريقة بسيطة كيفاش غديتشطويوها انتما رهها علافة مخيرة شو شحر في هادي بالنسبة الاسبوع ديالي هانتو موش شحر يعني وهاد العلافات قدرتوا تعليوها في النيفو اللي يبغيتوا يعني في هاد هاد الكروشيات هادو من الجنب هنه انتما هادو كتتعلقوها بطريقة سهلة غي كتجول الكاج كتحطوها كبو ح الطريقة وكتعلقوها اذا الادوات اللي غدي نخدموها بسيطة اي طاس بحال هاد الشكل هاد اما دي القطي ديال الحليب مثلا لكي الناس اللي كي يستعمون الحليب او هاد بحال البده هاد الفلومبو او السباغة اي طاس كان عندكم حالة طريقة هاد هاد الجزء هاد هاد الجزء هاد غدي نحيدوه وهاد الزنكا هاد هي هاد بحال الطريقة هاد كتبلي طويلة بحال هاد الشكل هاد هاد انتم حال هاد رأى السباغة بلما ندهلوا الإشارة رأى سباغة ديال أطلس هذه السباغة عادية رأى تكون حالاتها انا حاولت اني نقطع هال الجزء هاد و هال الجزء هاد هلما يمكن انتحصوها لهاد الزنكا هاد بحال هكا الادوات اللي غدي نخدموه اما يكون عندكم مقص بحال هاد ديال الاشجار ولا مقص عادي غلي لانه يقطعها في الزنكة بحال هاته يقطعها غير وغير يشرمها بوحد شويل لانه هاته غير طيب او اللي ما عندهوش على المقص ممكن انه يخدم منشار يعني بحال هكا مثلا ويخدم منشار هادوات غتخدموا مطرقة عادية وبانس عادي كما كان عندكم بانس وشيخشيبه بحال هاته الشكل هاده هاده باش تخدموها العملية ديال الطيب العملية هي كالتابعة غادي تجيو هاده هي الزنكة اللي 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 لكم عليها غادي تشدوه مثل هاد البنس او منشار وغادي تطفو القياس ديال هنا غادي تقول مثلا هنه كينة واحد نقولو عشرة سنتيم غا تحيدو واحد جوز سنتيم من هنا وجوز سنتيم من هنا وكيماشي غا تمشيو بها كاملة غادي غايت تشرموها احد هنا يعني هاته الشرمة غادي تكون تقريبا فيها واحد نقولو جوز سنتيم هكا صفي جهر اخرى اخرى من الطرف الاخر جوز سنتيم هكا وتحلوها اخرى من الجانب الاخر جانب اخر كتحلوه اخرى جوز سنتيم هكا هكا جوز سنتيم هكا 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 هاكا تحيدو هاد المورسو هادا هانتوما 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 تشوفوني كانت تشاغل بحيرفية هادشي بحكم الخدمة ديالي ولكنتوما تقدرو تديرو منشار او اي اداة هانتوما 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 تحيدو حن المورسو صغور هنها ايه هاني هنا هنا سمودرنا انا باش مني غادي تجيبوا العملي ديالطي غادي تطيجي بكم قضية سهلة هانتوما هانتوما تحصلو على محال هاد ال الاجزاء هاك هاكا هاتو مو غادي تديرو ستجيبوا الخشبة اللي كتلكم ستخدموها خشبة عادية او اي حاجة ستخدموها ومس بشي مطراقة بحالها دي بجيكم القادية سهلة اسمو ستديرو ستحطوها بحلاكة اولا ستعوجوا واحد شوية بعدها يعني بحالي ستجي شوية دائرية هكا لاحظوا ان اسمو القينا القينا هاد الشكل هادا هاد يا راكت تكون تعوج ريب ليد يعني تقدروا تخدمو بها بواحد سلاسة ماشي ماشي تصعبوا هدا هاد طي هادا اسمو هاد يوقع ان هاد هاد الطرف هاد الدخلاني هو اللي غتعوجوه اللي غتصدو عليه هاد الجوانب هكا انتمو لاحظو ان الشكل بدك يتساضح لكم و هاد هاد المرسويات هادو اتنيهم هكا و هكا هكا في هالطريقة اتنيهم بمطرقة حاولو انكم غيت شوية هاد الشي ضغط هكا بدك شي بسيط ماشي شي حاجة صعيبة و هاد الطرف هاد هو اللي غادي اتنيوه به هاد طريقة و علاج غادي اتنيوه لانه هو باش غادي تصدو به هاد الطريقة هكا انتمو انتمو هاد اتنيوه تصدو به باش ما يتحلش انه حالي لكم شكل ديال ريفي انكم ريفيتو تصوفو طريقة كيفاش دايره انتمو كيوليه كأنه مجر او مجور ديال الحيوانات انتمو كدلك في جهة الاخرى ديما الواسط هو اللول هكا من بعد تصدو عليه باش طريقة هكا تصدو منا انتمو كيفاش دايره و غادي اتنيوه هكا هاد طريقة هكا و غادي اتنيو هاد الشكل طريقة سهلة و بسيطة بسيطة بزيط دباء حصلنا على هاد الشكل بحال هكا انتمو كيبال لكم تقريبا مكتامي انتمو كيبال بسيط 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 لها القاية ولكن كينا واحد القادية هاد الشكل اللي درناه هنا شوفو هنا هاد العلاقات اللي غادي نعلقو بهم كيفاش غادي نخل احنا غادي تجيو اللي هنا هاد طريقة هاد الطريقة عانتما غادي تجيرو مثلان هنا وج้وههنا وغادي تديرو واحد شوية عنتمو بها الطريقة تقريبا نقولو واحد حال harina هاد يغاعة اللاقائم شاشي حاجاز تبست شكلراع مكتامي وهنا في مادرتوها يعني هادتوها في ويسط ولا فالجنب كانتو شوفوا راحع دمعية اننا سمودرنا هنا عندما الجانب الاخر عاود صافي يعني كتجي العلافة هي هادية انا نمثل هالكم هكا مثلا لو السلك تحط بهالطريقة يعني شوفوا كي باش تدير تجي وكتعلقوها بهالطريقة هكا صافي وهنا تقدر تعمروها يعني يعني بالخبز ولا بالسيكاليم ولا اللي كان هانتوما هانتوما وهنايا هنايا هادي الاحسن ما تجيش هكا يعني باش يبقوا يطيحوا لهذا شيء هنا يطنيوها لواحد شوية لهكا هكا حركة صافيوك تجيع اللافة يجي الارنب وهذا مثلا يجي الارنب وكيحطوا الارجول دياله هكا يياكل منها وفي نفس الوقت هي مغديش تطيح انها هكا ها مع اللقاء وهنايا من الاحسن هاد هاد نيات هادو من يتكملوا تكيعوا لهم بحال هكا باش تفيكسها اكثر هانتوما هانتوما طريقة سهلة هانتوما هاي اللافة اخرى والاطوال على حسب على حسب الزنكة هاد القطيات بحال هاد الشكل هادا على حسب يعني الطول دياله مثلا هادا هادا راه هده هادا هادا راه كافية يكلموا فيها نقولوا واحدة ستة الارنب مزيان. ولكن درتو الجوج منهم. ودرتو واحدة فانك يكون سلك طويل. ديروا واحدة هنا واحدة هنا. صافرها دي راك هات الجوج رام كافيين تل 12 ارنب. يعني رام خدامين مئة بالمئة. عندنا دي الحلقة ديالنهار كنظرن انا الحلقة راها حصرية ان شاء الله. لان انا خلطت ما بين الحرفة ديالي و تربية الالانب. هذي يعني فكرة انا بغيت نبيينها لكم. انتوما من قوتي بحال هذا. انتوما ممكن انكم تصوبوا على اللافة بها طريقة جميلة. انتوما العلقات ديالها هما. هما كم كتشوفوا. كتجي غير السرق و تعلقها هكا. كيجي الارنبية كل منها. انتوما طريقة بسيطة وراها بصفر ديالهم. يعني خسون غير الادوات اللي غادي تخدموا بهم. ولكن الزنكة ممكن انكم تجيبوها من القوتيات ديال الحليب ولا ديال السباغة ولا اي قوتي. اذا. اذا. اذا العلفة ديالها هي واجدة. العلفة جميلة بوحد المنظر انيق. انتوما كما تشوفو غير قوتي ديال السباغة. طي. هانتوما كما كتشوفو انا معمرو ما غدي تتحل. معمرو ما يتحلي انها هانتوما وخاء. ديال اللي درت ما غديش ديال. ما غديش يتحل. هانا غدي نعلقها لهم وغدي تشوفوا الطريقة كيفاش كي يأكلوا منها. هانتوما هنا هاد السلك هادة. هاد قدر تحطوها في النبو اللي بغيتو. يعني اما هنا اما هنا اما هنا. على حسب الطول ديال الارانيب. احنا انا خطارت هاد النبو هادة. كيف شوفو طريقة باش غدي نعلقها. طريقة بسيطة بسيطة للغاية. هانتوما كتكيو على هنايا وتكيو على هنايا. هاما هانتوما غدي ندير غدي نعمرها لهم بالسيكالين. هانتوما 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 ها سنحولي. هنا غدي نعمرها لهم بالسيكالين. هانتوما هانتوما هما غدي نشوفوها هانتوما شوفو طبق الله. هوا واجأ كيش مشن فيها وهوا كي يكون منها. هانتوما. ثم طبق الله. يعني علاقة هذي اول مرارة حصرية على الحلقة دي هذي راني فرحان بزاك باش نوريها لكم لانها بحقيقة كنت كان لقيم صعوبات ومشاكل باش على حساب باش هانتوا مقية كل منها تفاق الله جاي قدوا ما غدي وصف فيها موالوا الحمد لله هذي الطريقة هذي راني فرحان فرحان بزاك لانني وريتها لكم هذنها ان كنت عندي صعوبات كنت كان حطوهم معا مع الام ديالهم كانوا يمشي وكيفقوا يأكلوا معاها في العلافة ديالها وكيفقوا يأكلوا مزيان ولمشي ديت لهم غيطة صبح لك وعمرتها لهم بالسيكالي كيفقوا يطلعوا فوق منها وكيفقوا يزبلوا حشاكم وكيفقوا يضيعوا السيكالي اما بهالطريقة هذي انتوما الطريقة اللي بغيته يعني انا فرحان فرحان بزاك الحمد لله لانني وصلت لكم هذي الفكرة هذي انتوما شوفهم الجيهة اخرى انتوما اللافة بسيطة وفعالة للغاية وكيفقوا منها الخبز انتوما جاية جيدة بالفم دياله تقدر تعليوها تقدر تنزلوها على حسب العمر ديالهم انتوما اللافة بسيطة من سيفر ديالهم سيفر ديالهم انتوما سبق الله لهذه القرام كي يأكلوا منها بكل سهولة ما يوسخوها موالو ونقيوها وحشويا رسلوها وحشويا على حسر السبغة اللي فيها ولا هذي واي ظنكة انكم راها خدمة مشي بالضرورة ان يكون شيء ظنكة جديدة ولا نقية لاغذنك انه ولدتك مبارقة ديالطي سهلا توجدها في خمس دقائق اذا الحلقة ديالنا هي هذي سندونا قناة جميلة انا فرحان لان انا كن وصلكم مثل هذه المعلومات قناة جميلة وغادية ان شاء الله بدعم ديالكم الناس اللي بغاوي اني نهضرب باللغة العربية انا كنظن ان هذا الفيديو هذا او خاي يشوفوغي بالحركات انه غادي يفهمو الميصار اللي قدرهم كيباش دايف سندونا تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد وسندونا بزر جمع الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا شكرا